أهلا وسهلا غزلتي كديري لبساليكم أسبر تكونوا مرتحين إن شاء الله الرحمن الرحيم نوفي الفيديو اللي سنبدأه أكيد بالصلاة على نبينا علي أفضل صلاة وسلام في فيديو اليوم البنات سيكون عبارة على أحد بيتزا بشوفلور اللي كتجير رائعة أوليو لباتا بيتزا كنديرو الشوفلور البنات كي يجيقاتنا عبارة على بيتزا ما تشبعوش منه صراحة مضاقا وشكلا رائعا على بركة الله كيف كتشوفوك نحتاج واحد شوفلور كبيرة كنغسلهات جيد ونقذرها تسقطر معنا كيف كتشوفو من بعد ما غاديتتسقطر لي الشوفلور ديالي مزيان مزيان أغدي نحكها عفتووا البنات هاي القوكلك كدير رائعة كنحتاجو فخير حكاكا سنحكوها كما بـ هكيا بسنينات الغلاد وصفي، سنبدا انحك فيها البنات على بركة الله كتحك معنا بكل سهولة البنات مما كانتت تدين الصعيبة أو لأشي حاجة ضغياء ضغياء كتبشي معك هكها خف الحكاكة سوف نكملها في الحكام إن شاء الله ونرى المقادر سوف نجمع بهم أتوقف جاء الله ونرى بيضات السلسة صوجة سوف نستخدمها ونحتاج لفلفل أسود استخدامه بطبيعة الحال هاتشي هم اللي كنحتاجه دابا غادي نديرهم هم اللولين زي ما غادي ندير هاتشي و اللي عندو هنالبنات تومبودر يمكنو يدير واحد شوية هنما كانت عندي متوفرة وبحال دي مع غازالتي كنقول لكم مني كتكون صوجة يعني الغليظة فكنديرو منها اكتر ومني كتكون هات الصوجة اللي كتكون ماشي الغليظة باردون مديوش عالي عاد حسيت باسيش نوكلت مني كتكون صوجة تقيلا باردون البنات اما مني كتكون هات الخفيفة فكنا نحاولو نزيدو شي شوية اكتر هنك كنديرو ذكر الربعة دي البيضات ديالنا او تاني على حسب إلك تديرين يعني شوفلوغ كتير شوفلوغ كبيرة فانتوما كتزيدو البيضة على حسب شوفلوغ ديالكم البنات انا هناك تفيش غيب ربعات البيضات حيش ما شاء الله البيض كان عندي يعني كبير سفي غادي نخلط البنات دابا هاد العناصر البيض والملحة والبزار والسوجة والشوفلوغ ديالي واذا عندكم تومبودر اكيد كتزيدوها البنات غادي نخلطوهم مزيان وغادي ندوز نضيف عليهم واحدوش دال العناصر الليته هما مهمة البنات اول حاجة يعني كيف غادي تشوفو معايا غادي نضيف على الشوفلوغ ديالي خمارة واحدة من فئة ثمانية جرام بيكين باودر او خميرة كيموية وغادي نضيف البنات الميزينة الميزينة هنا ممكن تعودوها بالدقيق الفرس او الدقيق القنح اللي بغيتو هنا انا عندي الميزينة غادي نضيف دقيق الفرس ممكن لكم ديروا غير معلقة يعني الميزينة تكون خفيفة هي كتجي اخف والذ ولكن إلا ما كيناش فيمكن لكم البنات تديروا دقيق الفرس او دقيق القنح اللي متوفر عندكم سفي غزلتي غادي نجمعو دابا الخليطة ديالنا يعني غادي نحسو به انه بدك يتجمع لنا ماشي غايتجمع بحل عزين مايبا غادي تجمع لنا البنات ايبال لنا انه ورا فرق كبير بان كان غايب البيض علش هالبنات درنا ديك الخميره باش كيجي ما كيجي ناشف يعني كيجي معانا مفشفش و كيجي رائع صفي دابا غادي ناخد واحد المول ديالزاج ديالكغاطان اللي غادي دخل ليه الفران غادي ندهنو اكيد البنات بشوية ديالزيت غادي باش ميل تساقش معانا ونحيدو الشك اما هو راح اصلا كيجي يعني هاد المول ديالجاج كخليو الحجام ما تلساقش ميبا احنا كنحيدو الشك وصفي غادي ندهنو مزيان كيف كتوفو معايا بالزيت وغادي ندوز ندير هاداك وغادي نستريح بها الطريقة كيف كتوفو غادي جيني بحالة باتا بيتزا يعني هنا انا في حالة صوت اون بات ديالبيتزا صفي غادي ندخلو دابا يطيب على الفران اللي يكونش على البنات من الفق والتحت حرارة متوسطة منيبال يتحمر وشد فرسو غادي نخرجو اكيد دابا غادي ندوزو البنات نصوبو لسوستومات اللي غادي نشاركها معاكم ان شاء الله فيديو ببحثو ومشو ما غادي نديرو هنا البنات هنا خديت ماطيشا اللي طحنتها بجلفة ديالها قدرتها في كاسرونة قدرت معها البزار والملحة والزعتر وورقة موسى البنات غادي نخليها تغلى مني تغلى البنات كنضيف عليها معلقة ديالما يزينا في كاس الماء ديك معلقة الميزينا كتجيبها كتقالية سفي من بعد ما غادي تقال هنا البنات دست عجنت خبيز ديالي كيف كتشوفو معايا هنا الخبز ديالي قرصتو باش يصبح هنا في الصبح اكيد ان شاء الله سخون سفي هنا من بعد ما وجدت البنات هذي كماطيشا ديالي كتقال هذي طريقة البنات ماطيشا غادينا معاكم ان شاء الله سفي انتو مغا تصوبو اي سلسة ديال الطماطم كتستعملو في البيتزا هنا دات هذي زوينا هنا الموزاريلا اللي كنتو وجدت معاكم وهذي سلسة الطماطم والطول اللي كنتو وجدت معاكم يعني هنما غا نشري تشي حاجة منزمقة يعني كل شي احنا مصوبينو في الدار سفي على بركة الله غادي ناخد هذي كسلسة ديال الطماطم البنات شوفو ما شاء الله كيفاش كتجي غادي ندير معاكم دابا ماطيشا رخيصة غادي بغيت غير نخرج البنات بغيت غير لقاشي ونوقيت مناسبها ونخرج وغادي نشري واحد كمية ديال غادي ندير معاكم السلسة اللي كنتو لكم تحتها في ضبيعة في المجمد ان شاء الله سفي هنا كيف كتشوفو دهنت هذيك 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 شوف لغ ديالين بعد ما تحمر وطابلية في الفران دهنتو بديك السلسة ديال الطماطم هنا درت يعني واحد كمية وفيرة كيف كتلكم خديت ماطيشا اللي قطعتها بجلفة ديالها ودرتها في الميكسر وقطعتها ورديتها في كاسرونة درت تفع شوية الملحة وشوية البزارو وزيت البلدية وورقات موسى وزعتر من بعد ما حسيت بها بدتك الطيب خديت كاس ديال الماء اللي درتها البنات درت فيها البنات ميزينة مع علاقة كبيرة وخلطت كاس الماء كي يكون صغيرة البنات وزعتها كما تشوفو خليتها على البطن هي لح تتقالتها مثلا كتجزوين هالطريق على البنات سفي هنا خديت واحد كمية ديالطون اللي كتوجيت معكم البنات هنا سفي راتقادلية كيجزوين ومكشتو كيبقى في تلاجة يعني بحل الطون العادي كتخدمو به وقت ما بغيتو هنا سوف ينفرتو هنا يمكن لكم تدروا البنات الفلفلة يمكن لكم فلفلة هكام شوية مقطع طريفات يمكن لكم تدروا البصلة مشحرة اي حاجة البنات بغيتوا تدرواها يمكن لكم تدرواها كيف كتوفو معايا هنا سريح انا كتفيت غيب الطون وصلصة الطماطم ودكشفلوغو الخومج جاة اللي ديالة هنا يمكن لكم تدروا الزوات ثاني يعني اللي متوفر عندكم في البيت خضره محكو كم صوتية اي حاجة البنات متوفرة عندكم في البيت يمكن لكم تدرواها ثفي غذالة دالي هنا من بعد ما دردك الطون دالي كامل وفق من السوستومات غادي ناخد الموت زريلا اللي داجة صوبناها مجموعين البنات غادي نديرها فوق من ذاك القغطة ثفي وغادي ندخلها الفران ان شاء الله رحمه 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 البنات غادي نشعل عليها الفران يعني داجة راه كل شي طيب انا غا نكون شاعلة الفوق والتحت البنات وغادي ندخلها غير بما يدوب ليدك في خماج ونخرجها ان شاء الله رحمه 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 نخرجها غير واحد عشرة ديالتقايق ونخرجها البنات باش نشاركها معاكم وشوفوا الشكل نهائي ديالها كيفاش يجي اللي كتجي رائعة البنات والديدة بزف 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 لا تشبعوش منها شوفوا الموزاريلا البنات تحن نجحة معنا هنا انا بقيت محتفظة بها انا في المجمد كتبقها رائعة وكتبقها مع لين اقتصاد البنات اراني صغوبتها معاكم إلا ارجعتوا لي فيديو القبل في القناة ستلقاوها ان شاء الله رحمه 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 سوف ندير في هذا الزعتر بحل بيتزا البنات كيف كتشوفوا معايا سوف ندخل الزعتر وغادي ندخلها الطيب في الفران ان شاء الله انا اكيد نطلقاوه باش نشوفوا الشكل النهائي هنا اللي بغايد يدر زيتون كحل يديرو من الفوق البنات هنا كيف قلت لكم كنديرو بحل العمارة ديالبيتزا العادية وكتجي رائعة وكتشبع بزف البنات ما شاء الله ففي هكا جاتني من بعد ما عمرتها والشكل النهائي ديالك سوف ندخلها الفران وهنا من بعدك الفران ديجا سخون شوفوا البنات كيف اشطاب ما شاء الله باش يصبح لنا هكا الفطير واجد والله ما قدمها نعمة وحفظة من الزوال يارد بالبنات ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالكارتان ديالنا او البيتزا شوفوا كيفاش كتجي هنا قطعت لكم واحد لهم وخصوه البنات كتجي رائعة كتتحمق غي جربوها مغات ندموش على وشوفوا تكلفه ومع شتهوه كيفاش تجي زويل اتمنى لها فيديو تلماتنا الاعجاب ديالكم واكد الاعجاباتكم باتنسوش باختاجوها مع فميه والي زامي والي جديد معنا بغير نقول له متستشفى الجرس باش يوصلك كل جديد غزالتين ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى منطولش عليكم وبيزون تلقاوا فيديو جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم الى اللقاء باي باي عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة